موسيقى اعدت مدرقة الامن العام خطة امنية للحد من التزاحم بين المصلين والحفاظ على مسافة الامان المطلوبة بينهم وذلك بالتزامن مع قرار فتح المساجد والكنائس اعتبارا من يومي الجمعة والاحاد القادمين بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتأكيد قواعد التباعد الاجتماعي ومنع انتشار وباء كورونا على نطاق اوسع تنفذ الشرطة المجتمعية في قيادات امن الاقاليم ومدريات الشرطة والمراكز الامنية مبادرت مسافة امن التي اطلقتها مدرية الامن العام لمواجهة جائحة كورونا وذلك في كافة مساجد وكنائس المملكة سوف يتم تسيير الدوريات الراجل والدوريات الالية ايضا سوف يتم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات من حيث تعقيم المساجد والكنائس من الداخل والخارج وتوزيع الكمامات والقلافزات ووضع اشارات او المسافات الامان بين المصليين والمرتادين من اجل العبادة وسوف يتم التعامل معايا ملحوظة في حينها وتحرص المدرية من خلال هذه المبادرة على تحقيق اعلى درجات السلامة العامة من خلال وضع علامات داخل المساجد والكنائس تحدد مكان وقوف المصلين لضمان التباعد مع الحرس على ترك مسافات مناسبة بينهم كما تم وضع بوسترات توعوية تبين الخطوات السليمة للوقاية من هذا المرض ومدى خطورة التزاحم والتقارب في نقل العدوى من شخص لاخر وقفة يشكر عليها في هذه الايام المباركة وهذا يدل على ان يعني مديرية الامن العام والامن العام في محافظة البلقة وفي عموم المملكة يعني على قدم وساق مع جميع المؤسسات في خدمة المجتمع وفي خدمة ابناء هذا الوطن العزيز حتى نسهل عدم التكاثف والتجمعات الكبيرة قررنا انه نعمل ست قدديس يوم الاحد مش قداس واحد ويكون في عندي كاهن زميل الي ثلاث قدديس في كنيسة العلالي على السياء عشر واثناش وست المساء وثلاث قدديس في كنيسة البلد الرئيسية على السياء عشر واثناش وست المساء ضمن شروط السلام العامة وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المصلين الالتزام بكافة التعليمات الصادرة حول متطلبات السلامة العامة مؤكدة في الوقت نفسه انه سيتم تسير دوريات امنية راجلة لمراقبة مدى الالتزام بهذه التعليمات